الى ملف الانتخابات الفرنسية نتابع فيه لوموند واستطلاع للرئاسة الفرنسية ماري لوبان ماكرون يتصدران وصفت صحيفة لوموند الفرنسية نتائج الاستطلاعات التي اجرتها بالنتائج غير المسبوقة والمربكة منذ بداية السباق الرئاسي اذ تفاجئنا النتائج قبل عشرة ايام من الجولة الاولى من التصويت المزمع اجراؤها يوم الاحد بعض القادم تحديدا في الثالث والعشرين من ابريل نجد انفسنا في وضع غير مسبوق منذ نصف القرن فنحن امام اربعة مرشحينهم فرانسوا فيون وماري لوبان وامانويل ماكرون وجان لوك ميلانشون لديهم جميعا فرص كبيرة للتاهل للجولة الثانية من الانتخابات جاءت نتائج الاستطلاع متقاربة بين المرشحين امانويل ماكرون حصل على نسبة 22% وهي نفس النسبة التي حصلت عليها ماري لوبان اما جون بيلانشين فمرشح هو مرشح عن طيار اليسار الراديكالي حصل على نسبة 20% اخيرا فرانسوا فيون مرشح يمين الوسط حصل على نسبة 19% كما نتابع المرشح او المؤشر الاول يوضح ان مستوى تردد الفرنسين اعلى مما كان عليه في الانتخابات الرئاسية السابقة المرشح الثاني او المؤشر الثاني يوضح ان 66% من الكتلة التصويتية اي بنسبة سوى ثلثي الاصوات هم فقط من يعتزمون المشاركة بالتصويت في الانتخابات المؤشر الثالث وفقا لليموند ان النسبة الاكبر بين العازفين عن المشاركة في التصويت في الانتخابات يقع بصفة خاصة في فئة الناخبين الاصغر سنا بنسبة 55% ممن تتراوح احمرهم بين 18 و 24 عاما يعتزمون التصويت ترجمة نانسي قنقر